شكرا للزملاء وأهلا بكم مشاهدين في النشرة الاقتصادية أقلت اللجنة الاقتصادية المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين اجتماعها الحادي والأربعين وذلك بمقر وزارة الصناعة والتجارة حيث ترأس جانب وزارة الصناعة والتجارة سعادة السيد عبدالله بن عاد الفخر وزير الصناعة والتجارة كما ترأس جانب غرفة البحرين سعادة السيد سمير بن عبدالله ناس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين وخلال الاجتماع أشار سعادة الوزير إلى الدور الكبير الذي تقوم به غرفة البحرين مشددا سعادته بأن اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الجهتين تأتي في سياق النهج الذي دابت عليه الوزارة في التعاون والتسيق والتشاور مع الغرفة في كافة القضايا المشتركة وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف السيد وليد كانو نائب الأمين المالي وعضو المكتب التنفيذي في غرفة البحرين مرحبا بك أستاذ في النشرة الاقتصادية وبداية ما هي أبرز أهداف هذه الاجتماعات الدورية التي تعقدها اللجنة الاقتصادية المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة وغرفة البحرين بسم الله الرحمن الرحيم هالاجتماعات الدورية تهدف إلى تذليل الكثير من العقبات التي واجهها قطاع الخاص سواء في مجال التجارة أو الصناعة في البحرين وتذليل هذه العقبات وهم بعد نتكلم عن تحديات التي نواجهها ونبحث مع بعض سبل الحل وكيف إمكانية نحن نتجاوزها الصعاب ونحن في الآخر نمثل قطاع التجاري نعمل كغرفة تجارة عن طريق عشر لجان قطاعية كل اللجنة لها همومها ولها تحدياتها ونحن ننسق أمور ما بينهم ونحن نحاول أن نسعى إلى تعاون مع كل الجهات الحكومية ونحن نيجاد الحلول لهذه العقبات أستاذ وليد ما هي أبرز مخرجات الاجتماع الحادي والأربعين الذي عقد اليوم اليوم نحن تكلمنا عن بعض المواضيع الهامة جدا ويقيت أن أبرزها هي زيارة رسمية الجاري استعداد لها لجمهورية الصناعة الشعبية في هذا الشهر الأكتوبر برئاسة سعادة وزيرة الصناعة والتجارة ويكون مشاركة من القطاع الخاص نحن نحرصين ما بين القطاعين وهو القطاع الخاص وكذلك وزارة الصناعة والتجارة نحن نتعاون مع بعض في فتح أسواق وفاق جديدة للتجار البحرانيين والجهات الأخرى كان هناك زيارة سارقة لجمهورية الهند وفي كذلك الجمهورية كوريا وصارت زيارة بعد إلى المملكة اليابان فاليوم نحن تكلم عن زيارة هامة جدا لبلد مهم بالنسبة لنا إقليميا وهو الصين الشعبية فجاري استعداد لهذه الأشياء فتحاول أن في القطاع الخاص يكون هناك فائدة يستفيد من هذه العلاقة التي ليست فقط على التمثيل الحكومي ولكن كذلك التمثيل الخاص بالتأكيد السيد وليد كانو نائب الأمين المالي وعضو المكتب التنفيذي في غرفة البحرين شكرا جزيلا لك والآن نترككم معادة لأسواق المالية الخليجية تعتبر الأسواق المالية العالمية من أهم العناصر التي تشكل عمق وتنوع النظام الاقتصادي العالمي وتشهد هذه الأسواق تقلبات مستمرة للحديث حول الأسواق المالية العالمية يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة الأستاذ أحمد ناجم رئيس قسم أبحاث السوق في الشرق الأوسط في xs.com مرحبا بك أستاذ في النشرة الاقتصادية بداية ما هي أبرز التطورات التي شهدتها الأسواق المالية العالمية خلال الفترة الأخيرة طبعا يعني هذه الأحداث الأخيرة التي شهدناها فيما تعلق بقطاع غزة كانت يعني مسيطرة بشكل ما على تقييمات الأوضاع وملفاتها الأقتصادية الأخرى خصوصا مع تدخل ربما دول إقليمية وملفات إقليمية فيما تعلق بأسعار الطاقة كانت لها تأثير كبير جدا على استفاعات الأخيرة التي شهدناها وطبعا يعني كان دور المنازل آمن مسيطر بشكل ما شهدنا ارتفاع في أسعار المنازلات الأمنة خصوصا معدر الأصفر كان هناك يعني ارتفاع كبير جدا خلال الفترة الأخيرة والإغلاق الأسبوعي الأسبوع الصالح كانت هذه التقييمات طبعا قادمة لأن ربما يكون أملك مطور في هذه الأسواق الأمر الآخر هو يعني تقييمات لألفدرال الأمريكي فيما تعلق بتسديد أسعار الفائدة الأسواق أصبحت يعني تسعر بشكل كبير جدا أن الاجتماع المقبل ربما يكون لدينا في أسعار الفائدة وبالتالي أصبح هناك تقييمات أن ربما يترجع التدراج وهذا في مجرد هذا شهدنا من قبل بالإضافة إلى أيضا تقارير نتائج الأعمال من المشاركات الأمريكية والشركات الأمريكية تظهر ربما يكون لدينا بعض الضعف وهذا المرة الأولى تقريبا منذ بداية العام نشهد هذا التوجه في تقارير وتقييمات الأداء القامة ضخم لم تشهد أي نوع من التحالف خلال الكراءات الأخيرة وبالتالي أيضا ما زالت اتفاع أسعار التضخم ربما تكون مسائفرة بشكل ما على الملفة التضيخ لأفاق المستقبل أستاذ هل يمكنك أن تشير للقطاعات والصناعات التي تبدو واعدة في الوقت الحالي بالنسبة للمستثمرين؟ طبعا الأسواق الناشئة ربما تكون ذات اهتمام كبير جدا في الفترة المقبلة خصوصا مع بعض التقيمات المبالغ فيها في الأسواق المتقدمة والقطاعات تظهرها مبالغة بشكل كبير جدا قيامها مرتفعة وبالتالي ربما يكون التواجه إلى الأسواق الناشئة هو أفضل اختيار خلال الأسواق المتقدمة أيضا مقطاع التقيم هو ربما سيتم مستفيد بشكل كبير جدا من الأحداث الأخيرة وبالتالي ربما نشهد عليه بعض الضخم خلال الانتبالات المتقدمة بالإضافة أيضا إلى زيادة النسبة المقوية فيما يتعلن بي الملازل الأمن أو الانتخار والتحوص خلال الأسواق المتقدمة ربما أيضا سيكون بالنسبة للمعزن الأسواق ربما يكون لدينا زيادة في نسب التحوص في المحافظة المتقدمة وبالتالي ربما يكون القطاع واعد بالإضافة إلى قطاع البنوك هو بالخص في الأسواق النشاء ربما يكون أفضل بكثير جدا الأسواق التي لا تعاني مشاكل فيها التضخم ربما تكون قطاع البنوك بها بأفضل حال من الأسواق المتقدمة خصوصا لدينا بعض مشاكل تقنية فيما تعلم بهذا الأمر وبالتالي ربما تكون الأسواق النشاء في الفترة مقبلة بي بعض الفرص الكبيرة جدا في النمو وبالتالي تفائل تفائل بالتأكيد الأستاذ أحمد نجم رئيس قسم إبحاث السوق في الشرق الأوسط في اكس اس دوت كوم كنت معنا من القاهرة شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر